نعم في الحقيقة نحن أصبحنا في المراحل الأخيرة من عمليات البحث وانتشار العليقين تقريبا هي انتهت بشكل أو بآخر ولكن بقيت فرق الخوض البيضاء متواجدة في أماكن الانهدامات من أجل البلاغات التي تأتي لبعض المفقودين عند المدنيين بعد البحث في المشافي عندما لا يتم العثور عن هذا الشخص يتم إعادة نبش الأنقاض مرة أخرى من أجل البحث تحتها قد يكون متواجد تحت هذه الأنقاض فعمليا لم يبقى هناك عمليات بحث وانتشار إلا من خلال الأخبار التي تأتي من المدنيين عن أقاربهم أو أسارهم أو أحد أفراد الأسرة طبعا بدأت مرحلة جديدة ومرافقة لهذه المرحلة هي فتح الطرقات المؤدية إلى أماكن تواجد المنكوبين من هذا الزلزال نجل وصول المساعدات إليهم ومرحلة أخرى أيضا بدأنا بها هي بعض المباني التي تهدد بالخطر في حال انهيارها طبعا هناك بعض المباني الآية للسقوط وهي بمكان كله انهيار فإذا سقطت المنطقة فارغة من السكان فلا يكون هناك خطر كم عدد هذه الأبنية للسقوط والتي تحتاج أن تزال؟ نعم عندنا أكثر من 500 بناء هو مهدم بالكامل أكثر من 1300 بناء هو مهدم بشكل جزء وهو يحتاج إزالة بسبب التصدعات الكبيرة التي هي تتواجد به ولكن حتى هذه 1300 بناء ليس كل هذه الأبنية هي خطيرة جدا في هذه المرحلة يعني سأتكلم عن منطقة جنديرس مثلا منطقة جنديرس يعني أكثر من 50% من الأبنية هي أصبحت مهدمة بشكل كامل وهناك يعني أكثر من 30% من الأبنية التي لا زالت موجودة هي أي للسقوط تحتاج إلى إزالة بشكل مباشر ولكن قد لا يكون أكثر من 5% من الأبنية هي تحتاج الإزالة بشكل مباشر لأنها ستكون عرضة أو تعرض أشخاص أو مباني أخرى للخطر هي يعني لا زالت بنيتها جيدة وممكن إعادة ترميمها أما باقي الأبنية يمكن أن نعمل على إزالتها على المدى الطويل فنحن هذا ما عملنا به أن نحدد أولوية إزالة المباني الأيل للسقوط وهي من خلال نسبة الضرر التي تشكله على المجتمع ولكم مهمة أخرى إلى مكان معين سيد مونير بعد مرحلة الانتشال والبحث هناك مرحلة إزالة الأنقاض هل تحصلتم على أي آليات جديدة كمساعدات للقيام بهذه المهمة؟ في الحقيقة هناك يعني تواصلات مع مانحين الخوض البيضاء مع الدول التي تواصلت معنا وهم أبدو استعدادهم بتزويد فريق الخوض البيضاء بهذه الأليات أو بجزء من هذه الأليات طبعا نحن نملك جزء من هذه الأليات على مدى السنين الماضية ولكن صراحة هي غير كافية أو سيكون هناك وقت طويل جدا من أجل إزالة هذه الأنقاض إذا نحن استخدمنا فقط الآليات المتوفرة بين أيدينا فنحن ننتظر الآن إن شاء الله وصول جزء من هذه الأليات سنعمل بشكل يعني خلينا نقول بطيء في عمليات الإزالة رئيسا ما تصل هذه الأليات ويكون عجلة العمل سريعة حتى ننتقل إلى مرحلة تليها وهي مرحلة إعادة تهيئة البناء التحتية التي هي ستكون حقيقة ضارة جدا وبشكل كبير على المنظومة الصحية المتواجدة في شمال غرب سوريا ما لم يكن هناك خطوات فعالة وقوية باتجاه أن نعود ونضبط يعني الصرف الصحي وشبكات المياه الحلوة التي تضررت وأصبح هناك اختلاط في بعض الأماكن في هذه المواد التي تكون ضارة على الصحة في المجتمع